السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف السابع حياكم الله بمتابعة دروس التربية الإسلامية اليوم بإذن الله سوف نطبق تطبيقا عمليا لسورة الجاثية من الآيات الكريمة 1 إلى الآيات الكريمة 15 سوف نراجع سويا أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة بداية بأحكام النون الساكنة والتنوين قلنا الإضغام ويندرج الإضغام بنوعي إضغام بغنى وإضغام بغير غنى وحروفها تتمثل بيرملون كما قلنا سابقا والإظهار الحلقي وسمي بالحلقي لأن مخرجه الحلق مراجعة بحروفه جمعت بستة حروف الهمزة والها والعين والحام والغين الخاء وأما حكم الإقلاب فأن تأتي النون أو التنوين وما بعدها حرف البام وباقي ما تبقى من الحروف معدى التي ذكرت تأتي بموضوع الإخفاء الحقيقي أما الميم الساكنة تندرج تحت ثلاثة أقسام الإضغام الشفوي أن تأتي الميم ساكنة وما بعدها ميم مشددة والإخفاء الشفوي وأن تأتي الميم ساكنة وما بعدها حرف البا وباقي ما تبقى من الحروف معدى الميم والبا ينترج تحت الإضغار الشفوي إن شاء الله نتلوها أنا وأنتم في حصة زوم ونتابع سويا نأخذ مثالا بسيطا على ذلك انظروا تنزيل نعم أتت النون ساكنة وما بعدها حرف الزا وهذا الحرف خاص بالإخفاء الحقيقي فأقرأه تنزيل تنزيل وأيضا هنا يوجد حكم أفاكن أثيم هنا حكم الإضغار الحلقي أتى التنوين وما بعده همزة إن شاء الله نتابع سويا دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته